السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد عصام والنهاردة ان شاء الله هنكمل مسارتنا في لعبة دابيو دابي اي سوبر كارد الموسم الخامس اعتقد الحلقة الثالثة او رابعة من الموسم الخامس الحلقة اللي فاتت كنت حاطت صورة زومبي بيكي لينش النهاردة غيرتها لصورة ديمون فين بالور الصورة حلوة عجباني بصراحة صورة بيكي لينش برضو كانت عجباني اه في حاجة حصلت انه اه في واحد من اللي كانوا في الاتحاد اه طرد في الاتحاد كلهم ومشي فعملنا اتحاد جديد بس طبعا ما لقناش كل الناس اه ما لقناش كل الناس لان تقريبا تلاتة او واربعة والباقي ما يعني كملنا بقى من اللعبة اللي موجودين في اللعبة حاليا ولسه مفتحنش تي بي جي مستنين اه التيم ايفنت ما يبدأ لحد الوقت اه لحد الوقت الرينج لسه موجود فاضل عليه حداشر ساعة ونص وانا ما لعبتوش بصراحة ما عنديش اي حماس ان انا اخد كارت راسلمانيا اه اربعة وتلاتين ما عنديش اي حماس خالص فما لا يبدوش اول حاجة ناخد بتاعنا شوف يطلع علينا في ايه طبعا كارت راسلمانيا تلاتين اي جي ستايلز ماشي اول حاجة نقول لكم تحديث على الكروت بتاعتنا ليه ورش طبعا جبته من البي في بي كل مرة بقولها بي برفيو معلش يعني سامحوني دلوقت هي اسمها بي في بي اه من السي بي ستور نزل اه 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 كارت الجوثيك كان كنت متعشم ان كارت نيون ينزل لكا ما نزلش كارت نيون والحمد الله ان انا مصرفتش الفلوس على بعض المرفي انا عندي دلوقت تسعة عشرين يوم ان انا اجيب منه برو بازن الله فانا اه جبت كارت ريو راش وصورت اه صورت وانا بصرف على ريو راش والتصوير خير فمش حرف اواركم اه لما جبت ريو راش وقويته لكن ريو راش جبته وقويته تاني اقوى كارتة عندي وان شاء الله هعمله برو بازن الله في عندنا هنا سامر سلام تمنتاشر وعندنا بوبي لاشلي وعندنا كيفين اونز طبعا مش اخد ولا واحد فيهم ازن الله فده اول حاجة بعد كده عندنا بقى امين طلع لنا كروت جولايف كتير اه كارت راينو طلع لنا من جواز اه تيم باتل جراوند كنا خسرنا تيم باتل جراوند وهتلع لكم الجواز دلوقتي على الشاشة راينو طلع لي راينو وطلع لي كمان شيلتن بنجيمين وعملتو برو عملتو برو فيهم اتنين شبه بعض اه دوت شين ثورن طلع لي من اه طلع لي من ايه مش فاكر تيمتالي من جواز اه البيبر فيه اعتقد هي هي تطلع لكم دلوقتي انا مش فاكر طلع لي من ايه لكن شين ثرون دوت طلع لي وهو في منه في الماني ان ذا بانك كروت اقوى في المستقبل فبس دا كان التحديس على الكروت طلع لي اصكا كمان تايتن فبس دا كان تحديس اه الكروت اللي عندي لسا افتحناش فالقدام العابه دلوقتي هو في عدينا للمرحلة التانية خدنا عشرة اهو وخسرنا الموتش التالت في المرحلة التانية يا رب بس ما نكونش خسرنا التلات متوشة نشوف احنا لسا مش معمولة علينا اكس مخسرناش التلات متوشة احنا خسرنا متشين وكسرنا متش فاحنا دلوقتي نحط اه كروت انرجي ونشوف ايلا هيحصل نلعب بقى نلعب مانين دا بنك وانا نلعب رينج دا مانيش انا بشايف ان انا بحتاج لعب رينج دا مانيش بس بعد كده قلت لا اخليهم وبازن الله اجيب بيهم كارت شاترد ممكن اجيب شاترد برو كمان بس الموضوع بصعب اوي هو ايادوبك احوش الشهر دا بازن الله اجيب عشرين الف عقد والشهر الجاي بازن الله اجيب عشرين الف كمان ويبقى معي كارت شاترد برو بازن الله الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله هجيب لي وراش البرو بازن الله هعمله برو بازن الله اجيب لي وراش تاني واعملهم برو بازن الله فادلوقتي نحط مين نحط الاخ شين دوت انا مش عارف ده مين بصراحة يعني انا حاليا بحاول ادور على العروض الانكستي لايت الانكستي وار جيمز وتفرجت عليه لكن العروض الاسبوعية مش لقيها خالص يعني مش عارف في ايه كل ما لقيها في حتة الاقي ده بده بايه اعملها لحظر مش عارف ليه فمش عارف اتفرج على عروض الانكستي الاسبوعية ياريت لو حد معاه رابط بيتفرج منه على عروض الانكستي الاسبوعية ياريت اكتبولي في الكومنتات او يبعتولي على تويتر او على فيسبوك فادلوقتي هنحط تميز ضد اي انجليش هو اضعف واحد في الماني ده منك حاليا الاتنين كانوا كروت سامر سلام تمنتاشر واحد منهم برو فيعني الموضوع صعب الموضوع صعب ادي برو بالكاسة هو جولايث وادي الاخ كريس جيركو بقى بعد ازنك ذا ميز هيكسبك كريس جيركو ان شاء الله ذا ميز كسب وليه يرش بقى نحطه ضد الايس وليه يرش يفوز باذن الله يفوز ان شاء الله مش هنسبق الاحداث بس هيفوز باذن الله ليه يرش يفوز بحقيبة الماني ان دا بانك فاول مباراة ماني ان دا بانك نلعبها هاعتقد ممكن نلعب مباراة كمان ونقفل الحلقة فجلنا دلوقتي شوية عود نلعب مباراة كمان كروت آلستر بلاك وجوني جارجانو تصميمها يعني عادي اللي هو يعني ماشي عادي ما فيش مشاكل يعني لا هو حلو ولا هو واهش في نفس الوقت تصميمها كويس لكن اللي مدهي الناس كتير انها كروت نيون احنا طلع لنا هو كارت نيون في المانين دا بنك هنلعب ضد كارت نيون بس الحمد لله رومان رينز موجودة زي ما كنا بنقول اللي مدهي الناس انه الكروت نيون مش شاترد في الماني دا بنك فهيستنوا للشهر الجاي بازن الله لو نزل كروت شاترد ان شاء الله زي نزل كروت شاترد الشهر جاي بازن الله آم دلوقتي نحط ابولو كروز ضد سامي زين نشوف ابولو كروز يفوز على سامي زين المباراة اللي بعد كده بقى في كارت نيون دين امبروز آم شعارف حس انها تبقى مخاطرة خلي كارت رومان رينز معايا لكده كده هحط كارت رومان رينز في اي فايل احوال فاحنا نلعب بكارت رومان رينز ضد الاخ براي وايت ورومان رينز يفوز طبعا ما فيش سبير هنا هي الماني دا بنك كلها نفس نفس المشاهد ما فيش اي سبير ما فيش اي حاجة ضد رومان رينز بتاعهم بقى مش بتاعي رومان رينز بتاعي بطل رومان رينز بتاعهم اللي اش دعا بيه فجولد بيرج يفوز على رومان رينز واخر ماتش طبعا هنلعب بكارتين عشان نفوز بازن الله بابي لاشلي ضد الاخ دوت ما عرفش اسمه ما عرفش ده فين اصلا اولا بيلعب فين بيلعب فين بيلعب فين اكس دي بيلعب فيتو فايف لايب والله ما عرف المهم ساموة جو ساموة جو الزومبي يفوز بحقيقة الماني دا بنك باحنا كده فوزنا ليه ورشه ساموة جو ولا واحد فيهم ممكن يكسب حقيقة الماني دا بنك في الحقيقة مش مهم جالنا اربعين عقد وبس كده خلصنا اه ماتشين ماني دا بنك الفيوجين بازن الله اه لسه في الجولايث فضل تقريبا يوم ويخلص وهعمل بعد كده في وجه السامر سلام تمنتاشر بازن الله هيقعد ثلاث يام ونص يعني الحلقة اللي بعد الجاية بازن الله من اللعبة دا بي دا بي سوبر كارد هيكون جالي الفيوجين اه السامر السلام تمنتاشر وتمنى ان هو يكون واحدة من بيلي او ساشا بنك ساشاني يوب ابروه بالنسبالي فبس كده دي كانت حلقتنا النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا زر تنبيهات ودوسوا لايك على الفيديو دوت وصلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة